بسم الله الرحمن الرحيم إخواني مهندسي الشبكات في العالم العربي أرحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مشجد من الشبكات الرقمية في الفيديو الرابع والسبعون والخاص بتحديث منهج النتورك بلس على الإصطار N10-007 شاهد تعلم واستمتع القسم الثالث الفرعي من القسم الخامس الرئيسي وهو بالنظر إلى السيناريو وبناء على السيناريو عملية اكتشاف الأخطاء السلكية الشائعة وإصلاحها المتعلقة بقضايا الاتصال والآداء وتحتوي على المواضيع التالية عندنا هنا ضعف الإشارة في الكابل عندنا مدة وقت الاستجابة وهو يعني الوقت المستغرق لإرسال البيانات اللي كي تصل إلى وجهتها عندنا الجيتر أو التقطيع أن بعض البيانات تصل بعض البيانات لا تصل مما يؤدي إلى تقطيع في عملية إرسال البيانات عندي الكروستوك وهو يعني أن الكيابل إذا أحيانا تقاطعت مع بعضها يتسبب ذلك في تدمير الإشارة عندي الـ EMI وهو يعني التداخل الكهرومغناطيسي عندي الـ Open والشورت اللي بيتم قياسها من خلال فاحص الكيابل السلكية عندي الـ Incorrect Ben Out وهو يعني أن يكون الدبابيس الموجودة في الـ RG45 غير صحيحة أو فيها مشكلة عندي هنا الـ Incorrect Cable Type يعني استخدام نوع الكابل الغير صحيح فعندي مثلا على مستوى الكيابل المجدولة أنا عندي ترتيب عندي طبعا 8 أسلاك داخل الكيابل وكل سلكل هو لون ويتم ترتيب هذه الألوان طبعا ترتيبها بأكثر من شكل أكثر من غرض فمثلا لو كان عندي عملية ربط أجهزة متشابهة مثلا راوتر مع راوتر فعندها راح استخدم النوع ترتيب ألوان يطلق عليه الكروس أوفر كيابل أما إذا كانت الأجهزة غير متشابهة يعني غير متشابهة مثلا كمبيوتر مع سويتش أو سويتش مع راوتر فعندها راح استخدم الـ Straight Through Cable إذا تم استخدام النوع الخاطئ مع الربط الغير تابع له عندها راح تحدث عندي مشكلة عدم الاتصال وعدم مقدرة الكيابل على نقل البيانات الباتبورت وهي المقصود به أنه منفذ سيء والمقصود فيه هو منفذ السويتش أن يكون المنفذ فيه مشكلة أو عطل عندي هنا عدم تطابق أو عدم توافق جهاز الإرسال والاستقبال وعندي أيضا هنا عدم توافق الـ TX والRX اللي هم الإرسال والاستقبال وذلك يعني عدم توافق ترتيب أسلاك الكيابل في الطرفين عندي عدم تطابق الدابلوكس والسبيت أو السرعة فالفكرة هنا أن الدابلوكس هو طريقة إرسال البيانات فعندي نوعين عندي الفول دابلوكس وعندي الهاف دابلوكس الفول دابلوكس يعني إرسال أن يكون المنفذ أو كرت الشبكة قادر على إرسال واستقبال البيانات في نفس الوقت أما الهاف دابلوكس فيتعني إما أن يرسل بيانات أو يستقبل بيانات ولكن ليس الاثنين في نفس الوقت إذا حبيت أن أربط كرت الشبكة مع المنفذ فلابد أن يكون نظام الدابليكس موحد فيما بينهما إما فل أو هاف أما لو كان مثلا منفذ كرت الشبكة يعمل بنظام الفل دابليكس وكرت الشبكة يعمل بنظام الهاف دابليكس فعندها لن يحصل الاتصال لأنه رح يكون عندي حالة أو مشكلة الدابليكس مسماتش أما على مستوى السبيد فلو كان مثلا عندي المنفذ أنا قمت بإعداده طبعا هو على الأوتو سواء على الدابليكس أو السبيد يعني بيتفاوض مع الكرت الشبكة وبينسجم معه لكن لو أنا قلت لمنفذ السويتش أن يعمل على سرعة 10 جيجابايت وكان المنفذ يعمل بسرعة 1 جيجابايت فعندها لن يحصل الاتصال لماذا؟ بسبب عدم تطابق في السرعة عندي مشاكل الكابلز أن يكون الكابلز هنا معناها محطم أو فيه مشكلة أو تلف الكابل مثل أن يكون الكابل فيه قطع في إحدى الزاو عندنا هنا البنت بينس وهي تعني دبابيس منحنية أنا عندي الـ RG45 اللي رح يتم كبسه على كابل الشبكة بيحتوي على دبابيس ثمان دبابيس يعني على الثمانية أسلاك فإذا كانت منحنية فهذا أيضا يعتبر من المشاكل المتعلقة بالكابل عندنا هنا الاختناق عندنا هنا عدم تطابق في الفيلان عندنا هنا المؤشر حالة إنارة الـ LED في اتصال الشبكة سواء على مستوى منافذ السويتش أو منافذ كروت الشبكة غالبا بيوجد لديها إضاءة LED فإنارة الـ LED على مستوى السويتشات لما تكون باللون الأخضر تعني أن اتصال الكابل بالمنفذ اتصال سليم أما إذا تحول اللون إلى لون الأمبير اللي هو لون برتقالي غامق أو كان منفذ السويتش لا يحتوي على أي إنارة فهذا يعني وجود مشكلة في اتصال الكابل بالمنفذ هذا على مستوى منافذ السويتش كذلك على مستوى كارت الشبكة وبعض منافذ أنواع السويتشات يوجد إضاءتين LED إضاءة للربط الشبكي ثابتة وإضاءة أخرى للنشاط بحيث نشوفها تتحرك مثل الفلاش عند الإرسال أو الاستقبال وبالتالي كما يتضح لنا بمجرد أن ينظر مهندس الشبكة في الإضاءة يستطيع الاستنتاج ما إذا كان هناك مشكلة على مستوى الكابل أو على مستوى المنفذ الخاص بالسويتش أو على مستوى كارت الشبكة القسم الرابع الفرعي من القسم الخامس الرئيسي وهو بناء على السيناريو عملية اكتشاف المشكلة وإصلاحها لمشاكل الاتصال الشائعة لللاسلكي ومشاكل الآداء وتحتوي على المواضيع التالية عندنا الإنعكاس وهي تعني أن يحدث ارتداد للإشارة اللاسلكية وذلك عندما تستطم بسطح معدني لدينا الإنكسار وهو عندما تمر الإشارة اللاسلكية بما يؤدي إلى إنكسارها أي أن يحدث لها تغيير في مسارها وذلك قد يحدث عندما تمر عبر طبقات من الهواء بكثيفة أو من خلال جدران تحتوي على مواد كثيفة مختلفة أو مختلفة من ناحية درجة الكثافة عندنا الامتصاص عندما تمر الإشارة اللاسلكية بمواد مثل الجدران والحواجز وخلافه المادية فإن ذلك يؤدي إلى إضعاف الإشارة اللاسلكية وقت الاستجابة وهو يعني الوقت المستغرق في عملية إرسال البيانات من المرسل إلى المرسل إليه عبر الشبكة اللاسلكية عندنا الجدر أو التقطيع وهو يعني أن البيانات يحصل لها تقطيع أثناء إرسالها في الشبكة اللاسلكية لدينا هنا وهن الإشارة وهو يعني انخفاض قوة الإشارة اللاسلكية لدينا هنا استخدام نوع الأنتنة الغير صحيح أو استخدام هوائي غير صحيح إحنا عندنا أنواع من الهوائيات والمفروض نختار النوع الهوائي بناء على الحالة الموجودة عندنا في داخل الشبكة فكمثال يعني عندي أنواع من الهوائي اللي بتعطي إشارة مباشرة أو متجهة في اتجاه معين فإذا كان عندي أجهزة متوزعة حوالين الهوائي فهذه الهوائي لن يخدمني رح يخدم مجموعة من الأجهزة فقط اللي تقع ضمن المدى أو التوجه الخاص بالإشارة ولذلك عندي النوع الثاني اللي هو بيعطيني إشارة دائرية أي ما حول الأنتنة فاستخدام النوع الغير مناسب أو الغير صحيح في المكان الغير مناسب يؤدي إلى مشكلة في الاتصال اللاسلكي لدينا هنا من المشاكل أيضا الخاصة باللاسلكي اللي هو التداخل وهو يعني تداخل الإشارة اللاسلكية مع إشارة أخرى مما يؤدي إلى تشوش الإشارة اللاسلكية مثال على ذلك عند تشغيل المايكرويف كجهاز تسخين للأكل بيصدر إشارات تداخل مع الإشارات اللاسلكية ويسبب لها تشويش عندنا هنا وضع الهوائي في المكان الغير صحيح إذا تم وضع مثلا الهوائي في مكان غير صحيح كمثال مثلا في طرف الغرفة كمثال أو في طرف المكان وعندي أجهزة مبتعدة عنه فقد لا تصلها التغطية فيفترض أن يكون في منتصف الهوائي يكون في منتصف الأجهزة أو المكان الذي تحتوي فيه الأجهزة لكي يتصل الإشارة إلى جميع الأجهزة عندنا هنا تداخل القناة أنا عندي قنوات لاسلكية المفروض أن يتم إعدادها بحيث ما يحصل لها تداخل بحيث حدد رقم الأرقام القنوات اللاسلكية التي لا تتداخل مع بعضها أما في حال حصول تداخل فعندها هذا رح يسبب لي مشكلة اتصال باللاسلكي عندي هنا القدر المفرط وهو يعني أن تكون كمية الأجهزة المتصلة بالشبكة اللاسلكية أكثر من قدرة اللاسلكي عندنا قيود المسافة اللاسلكي مثلا كنقطة وصول لاسلكية اللي هي الاكسس بوينت أو الراوتر اللاسلكي بيحتوي على مدى معين فأنت بتكون مقيد في مدى أقصى فيعتبر المسافة قيد عندنا هنا عدم تطابق التردد أنا عندي ترددين مشهورين اللي هو 2.4 جيجاهرتز وعندي 5 جيجاهرتز فالمفروض يكون الاكسس بوينت إذا كانت 2.4 جيجاهرتز فالجهاز أيضا اللاسلكي يكون أو الخاص بالمستخدمين يكون أيضا 2.4 جيجاهرتز إذا كانت الاكسس بوينت 5 جيجاهرتز فالأجهزة يجب أن تكون معدة على 5 جيجاهرتز أما إذا كانت الأجهزة معدة على 5 جيجاهرتز والاكسس بوينت على 2.4 جيجاهرتز فلن يحصل الاتصال اللاسلكي عندنا أيضا من المشاكل الخاصة بالاتصال اللاسلكي هي الرونج SSID SSID وهو يعني اسم الشبكة اللاسلكية إحنا لما ننشئ شبكة اللاسلكية بنعطيها اسم فإذا كانت الأجهزة اللي عندي معدة على اسم خاطئ خصوصا إذا كان hidden أو كان عندي أكثر من access point وتم إعداد الSSID بشكل خاطئ فهذا رح يتسبب لي بمشاكل في داخل الشبكة اللاسلكية وعدم القدرة على الاتصال وتبادل البيانات فيها عبارة مرور خاطئة أنا عندي عبارة المرور المقصود فيها كلمة السر إذا كلمة السر الخاصة بالاتصال بالشبكة اللاسلكية تم كتابتها بشكل خاطئ من قبل المستخدم فذلك رح يؤدي إلى عدم الإمكانية هذا المستخدم بالاتصال بالشبكة اللاسلكية عندنا عدم تطابق نوع الحماية أنا عندي أنواع تشفير للاثنتوكيشن إذا لم تكن متطابقة فعندها لن يحصل الاتصال عندي الـ power levels مستويات الطاقة أنا في الـ access point ضمن الإعدادات بإمكاني أحدد مستوى الطاقة اللي بتستهلك الـ access point مستوى الطاقة كل ما زاد كل ما زاد ذلك من التغطية وكل ما قل كل ما قل ذلك من التغطية واحدة من المشاكل إذا كانت التغطية منخفضة أو يعني التغطية الجغرافية لللاسلكية منخفضة فعندها علي أن أقوم بمراجعة الباور ليفلز للتأكد هل هي معدة بالشكل الصحيح أم أنها معدة بشكل منخفض أدى إلى انخفاض التغطية اللاسلكية الإشارة نسبة إلى الضوضاء حيث أن نسبة الضوضاء على الإشارة اللاسلكية إذا كانت منخفضة رح تعمل الشبكة اللاسلكية بشكل عادي أما إذا زادت في الإشارة يعني زادت الضوضاء على مستوى الإشارة فسوف يؤدي ذلك إلى ضعف الإشارة اللاسلكية القسم الخامس الفرعي من القسم الخامس الرئيسي والأخير وهو بالنظر إلى السيناريو عملية اكتشاف المشاكل وإصلاحها لمشاكل خدمة الشبكة وتحتوي على المواضيع التالية عملية عدى أو لا يتم تحويل الإسم والمقصود فيها مشكلة على مستوى الـ DNS الـ DNS هو بروتوكول يقوم بتحويل الأسماء سواء الخاصة بالأجهزة أو المواقع إلى إبيهات لكي يتم الاتصال إذا لم يتم التحويل فعندها لن يكون لديه اتصال على مستوى الشبكة ولا على مستوى الإنترنت بوابة غير صحيحة البوابة أو الـ Gateway هي مصطلح يطلق على الراوتر لأن الراوتر يمثل بوابة للأجهزة الموجودة في الشبكة المحلية لكي تتمكن من خلاله من الخروج والاتصال بالشبكات الخارجية ولابد أن نقوم بإعداد عنوان الـ IP الخاص بهذه البوابة على الأجهزة إذا تم إعداد الـ IP الخاص بالـ Gateway بشكل خاطئ فعندها لن تتمكن الأجهزة من الوصول إلى الراوتر وبالتالي لن يحصل الاتصال مع الخارج سواء بالشبكات الخارجية أو الإنترنت ولكن رح يظل الاتصال موجود على مستوى الشبكة المحلية عندي قناع شبكة خاطئ أنا عندي عنوان IP وبحدد قناع الشبكة قناع الشبكة من خلاله بتم تحديد الجزء الخاص بعنوان الـ IP بالجزء الخاص بالشبكة من عنوان الـ IP إذا تم كتابته بشكل خاطئ على جهاز فهذا رح يؤدي إلى عدم مقدرة الجهاز بالاتصال للشبكة لأنه إذا أعطيت الجهاز نت ماسك مختلف فذلك يعني أنك أنت حدت له شبكة مختلفة عن الشبكة اللي هو متصل فيها عندنا هنا مشكلة التكرار أو duplicate IP addresses يعني تكرار عنوان الـ IP إذا كان عندي جهازين في داخل الشبكة بيمتلكوا نفس عنوان الـ IP فعندها الجهاز اللي رح يشتغل أول في الشبكة رح هو اللي رح يعمل الجهاز الثاني لما يحاول يتصل بالشبكة لن يتمكن بسبب وجود duplicate IP addresses أو تكرار في عنوين الـ IP وذلك لأنه عندي على مستوى الشبكة المحلية يجب أن يمتلك كل جهاز عندي في داخل الشبكة المحلية IP أو عنوان IP فريد من نوعه يعني ما يكون متكرر عندنا هنا duplicate MAC addresses وهذه مشكلة نادرة جدا واللي هي أنه يكون عند تكرار للعناوين الفيزيائية اللي هي الماك addresses مثل ما نعرف إحنا عندنا كرت الشبكة كل كرت الشبكة بيكون له عنوان كرت عنوان فيزيائي أو ماك address خاص فيه لا يتكرر على مستوى العالم ولكن أحياناً قد تحدث أخطاء مصنعية تؤدي إلى أن يكون عندي في داخل الشبكة جهازين بيمتلكوا نفس الماك address هذا رح يؤدي إلى أن الجهاز واحد فقط اللي رح يكون قادر على الاتصال بالشبكة والآخر لا ومثل ما ذكرنا هذه مشكلة نادرة وإن حدثت فأنت من حقك أنك تخاطب الشركة وطبعاً هي رح وترسل لها الجهاز أو كرت الشبكة وتقوم باستبداله لك عندنا هنا IP address منتهي الصلاحية احنا لدينا الDGCP server لما يقوم بتوزيع إعدادة الـ IP واللي من ضمنها عنوان الـ IP للأجهزة فهو فعلياً لما الجهاز عندي في داخل الشبكة بيحصل على عنوان الـ IP هو فعلياً بيأجره يعني الفترة محدودة وليس ثابت بس طالما الجهاز يعمل رح يظل ثابت حتى يحصل restart عدد تشغيل أو إغلاق للجهاز أو انقطاعه عن الشبكة فالمسألة هنا مسألة list أو تأجير على مستوى الشبكات اللاسلكية المدة التلقائية هي 24 ساعة العنوان يظل مع الجهاز 24 ساعة له وعنوان الـ IP وعلى مستوى الشبكات اللاسلكية 8 ساعات وبإمكان مهندس الشبكة أن يزيد من هذه المدة أو يقوم بإنقاصها الفكرة هنا أنه لو حصل الجهاز على عنوان IP وبعد ذلك انقطع عن الشبكة ثم اتصل وهو يمتلك هذا الـ IP ما زال يمتلكه لسبب ما أو استعاد الـ DCB سيرفر الـ IP هي الفكرة هنا أنه لو استعاد الـ DCB للـ IP فرح يقوم بتأجيره إلى جهاز آخر أول احتفاظ فيه في كل الحالتين من المشاكل اللي ممكن تحدث عندي أن الـ IP يصبح expired يعني منتهي الصلاحية كون الـ DCB قد قام باستعادته عندنا هنا روق DCB سيرفر يعني وجود DCB سيرفر غير مرخص به قام بوضعه المخترق ويوزع IP خاطئة مما يجعل الأجهزة لا تتمكن من الاتصال بالشبكة لدينا هنا عندي هنا شهادات SSL غير موثوق بها شهادة SSL هي واحدة من الطرق التي تجعل الأجهزة تتعرف على بعضها البعض بطريقة موثوق فيها ويكون فيه نوع من الثقة فوجود شهادات SSL غير موثوق بها من خلال مثلا أن يقوم المخترق بتوزيعه وخلافه وعندها رح تؤدي إلى جعل الأجهزة في داخل الشبكة لا تتواصل مع بعضها البعض عندنا هنا incorrect time أو توقيت غير صحيح في حال كان عندي جهاز يريد الاتصال بالشبكة وكان توقيته يخالف توقيت الشبكة فلن يتمكن من الاتصال بالشبكة حتى يتم تعديل الوقت بالتوقيت الصحيح للشبكة أو على الأقل ما يقارب التوقيت يعني يكون قريب من التوقيت الخاص بالشبكة أما إذا كان الفرق كبير فما رح يتم الاتصال عندنا هنا نفاذ المدى الخاص بالDCB أنا لما بقوم بإعدادة DCB Server بحدد مدى العناوين اللي بيقوم بتوزيعها إذا نفذ هذا المدى فعندها DCB Server رح يكون غير قادر على توزيع العناوين للأجهزة في داخل الشبكة وعدم مقدرة DCB Server على توزيع العناوين استطيع معرفته من خلال حصول الأجهزة في الشبكة يعني مجموعة أجهزة أو جهاز في الشبكة على عنوان أبيبة لما يحصل على مدى من العنوان أبيبة رح أعرف وقته أنه لم يتمكن من الحصول على عنوان IB من الDCB Server عندي هنا منافذ TCP أو UDP مقفلة لما يكون عندي خدمة أو اتصال وهذا الاتصال لا يتم في داخل الشبكة فيه مشكلة أنه لا يتم ولا يتم الوصول إليه فواحدة من المشاكل أنه قد يكون المنفذ التابع لهذا الاتصال أو لهذا النوع من حركة البيانات مغلق عندنا هنا إعدادات فايروول في داخل الجهاز غير صحيحة host paste يعني فايروول في داخل الجهاز نفسه مثل مثلا عندي أجهزة الكمبيوتر اللي فيها نظام تشغيل ويندوز بتحتوي على فايروول مدمج إذا تم إعداد هذا الفايروول بطريقة غير صحيحة فعنده هذا رح يؤدي طبعا إلى مشاكل في الاتصال في داخل الشبكة عندي هنا إعدادات access list غير صحيحة الـ access اللي هي الاختصارة ACL اللي هي معناتها اختصار لـ access control list قائمة التحكم بالوصول هي الهدف منها أننا أمنع وصول بعض الأجهزة أو أحدد أجهزة ومنع نوع من أنواع حركة البيانات أو أكثر إذا تم إعداد قائمة الوصول بشكل خاطئ فهذا حياء رح يوصلني إلى أن في أجهزة يفترض بها أن تتصل ولا تتمكن من الاتصال عدم استجابة الخدمة يعني عندي خدمة معينة على مستوى الجهاز أو على مستوى الشبكة ولا تستجيب هذه الخدمة عندنا هنا مشكلة فيزيائية hardware failure مثل أن يكون والله عندي مشكلة مثلا في السيرفر نفسه بتكون المشكلة مش برمجية hardware وتؤدي إلى توقف الخدمة اللي بيقدمها هذا السيرفر نحن بذلك نكون شفنا الملخص الخاص بمواضيع network plus رقم المنهج N1007 واللي هو أيضا رقم الامتحان وبهذا الملخص اللي شفناه مع بعض نستطيع أن نعلم ما هي المواد اللي تم إضافتها على المنهج وزي ما شفنا هي مجموعة من المواد عدد يعني بسيط الأغلبية هو ما تم دراسته ضمن الستون فيديو اللي قمنا بشرحها سابقا بإذن الله رح ناخذ هذه المواضيع وراح نشرحها لكن اللي هي المواضيع الجديدة اللي تعتبر إضافة على الاصطار N1007 ولكن قبل ذلك رح نقوم بعمل مراجعة التمثل في الاختصارات يوجد لدينا قائمة بالاختصارات احنا عندنا في اللغة الإنجليزية دائما عندهم الجمل الطويلة بيضعوا لها اختصارات بحيث يأخذوا حرف من كل كلمة مثل ما نعلم الجملة بتتكون من عدد من الكلمات فيأخذوا حرف من كل كلمة ويكونوا اختصار لدينا مجموعة من الاختصارات اللي موجودة ضمن منهج النيتورك بلاس رح نلقي نظرة عليها وبعد ذلك رح نأخذ المواضيع الجديدة اللي تم إضافتها ضمن الاصطار الجديد الترابل ايه الترابل ايه هي اختصار لاثنتوكيشن واثورايزيشن واكاونتنج الاثنتوكيشن تعني التعريف بالمستخدم وهي عبارة عن ان يقوم المستخدم بيدخال الحساب يعني الاثنتوكيشن اللي يدخل على حسابه اللي هي عملية المساطقة المتمثلة في مثل اليوزر نيم والباسورد اسم المستخدم وكلمة السر الاثورايزيشن هي الصلاحيات الصلاحيات الممنوحة لهذا الحساب اللي رح يتم معرفته من خلال الاثنتوكيشن او تعريفه من خلال الاثنتوكيشن وعندي الاكاونتنج يعني المحاسبة بحيث رح يتم تشجيل كل ما قام به المهندس او المستخدم اثناء دخوله الى الشبكة حتى خروجه من الشبكة وهذه كله بتمثل بروتوكول امني يطلق عليه الترابل ايه لدينا ايه اربع مرات وهي نفسه هي اثنتوكيشن اثورايزيشن اكاونتنج لكن في اضافة اللي هي اتتنج والتي تعني التدقيق حيث هذه عملية عندما نفعلها هي عملية رح تقوم بالتأكد من ان السياسات اللي احنا محددينها في داخل الشبكة هي فعلا مطبقة في داخل الشبكة لدينا اختصار الـ ACL اللي هو اختصار الـ Access Control List واللي هي قائمة التحكم بالوصول وهذه قائمة احنا بنحدد فيها من هو الممنوع كعنوان جهاز لا نسمح له مثلا بنوع من انواع حركة البيانات او بكامل انواع حركة البيانات يعني نمنعه من الاتصال سواء بجهاز او على جهاز او على شبكة معينة عندنا الـ ADSL وهو اختصار للخط المشترك الرقمي غير المتماثل وهي واحدة من التقنيات الخاصة بالشبكات الواسعة سواء تستخدم في عملية الربط البيانات يعني ربط الفروع مع بعضها البعض او تقديم خدمة الانترنت و الـ ADSL تتميز انها بتعمل ضمن خطوط الهواتف الثابتة اللي هي خطوط الهواتف العادية الهواتف الارضية و من خلالها بتنقل البيانات و مكالمات الصوت الهاتفية عندنا هنا الـ AES والتي هي اختصار لمعيار التشفير المتقدم وهو من بروتوكولات التشفير اللي تعتبر بروتوكولات تشفير قوية و عملية تشفير البيانات هي تعني انحنا نحول البيانات من بيانات مفهومة الى بيانات غير مفهومة بحيث اذا المخترق حصل عليها اثناء انتقالها من المرسل الى المرسل اليه فرح يحصل عليها مشفرة وبالتالي ما رح يتمكن من فهمها و لن يتمكن من الاستفادة ما رح يتمكنوا من الاستفادة منها ابسط مثال على ذلك مثلا عندي بيانات الحسابات البنكية زي رقم الحساب زي لما يكون عندي حساب في داخل البنك الكترونيا بدخل عليه باسم مستخدم وكلمة سر هذه معلومات لو هي بنص واضح وتمكن المخترق من الحصول على نسخة منها فرح يستفيد منها انه يدخل على حسابي و يقوم بسرقة الاموال الموجودة في داخل حسابي البنكي ولكن لما تكون مشفرة باحدة بروتوكولات التشفير خصوصا اذا كان التشفير قوي فعندها رح يحصل عليها مشفرة و يعني رح تكون غير مفهومة بالنسبة له وبالتالي ما رح يتمكن من استغلالها في الدخول على حسابي و سرقة الاموال الموجودة في داخل حسابي البنكي ال-AH اللي هي اختصار لاثنتوكيشن هيدر وهي ضمن ال-IB سيكوريتي او من ضمن اقسام ال-IB سيكوريتي وتعتبر من البروتوكولات التابعة له وتقوم بعدد من المهام مثل موثوق يعني تعمل عمل يعني تتأكد فيه من البيانات موثوق فيها من ناحية الجهة المرسلة بحيث ان الجهة التي ارسلت هي البيانات هي فعلا هي الجهة وليس جهة مدعية كذلك تقوم بالتأكد من صحة البيانات اللي تم استقبالها بحيث تتأكد ان البيانات لم يتم التلاعب فيها اثناء انتقالها من المرسل الى المرسل اليه وذلك من خلال اضافة بيانات غير تابعة للبيانات الاصلية التي قام المرسل بارساله كذلك يمنع عدم اعادة الارسال من ناحية انه لو تمكن المخترق من الحصول على معلومات اثنتوكيشن وبعد ذلك محاولة الدخول بها فيتم منع ذلك لانها بتكون مرتبطة بعدد من الاعدادات مثل ربطها بوقت الجلسة مثلا او بزمن معين فما رح يتمكن من اعادة الاستفادة منها طبعا هنا الاثنتوكيشن رح يحصل عليها مشفرة فلما يحاول يرسلها من جديد على اساس انها هو كتبها ما رح يتم قبولها لانه هي صحيح هي مشفرة لكن مشفرة بوقت ومرتبطة بوقت معين اذا انتهى الوقت حتى لو ارسلها ما رح يتم قبولها لانه انتهى وقت هذا التشفير ورح يتم لما يتم ارسالها من قبل المرسل الاصلي رح يتم اعادة تشفيرها بقيام جديدة عندنا هنا الـ AP اللي هي اختصار لـ Access Point والتي تعني نقطة وصول وهو عبارة عن جهاز لاسلكي بيمثل لي نقطة مركزية في داخل الشبكة اللاسلكية بحيث هو بيوفر لي تغطية لاسلكية من خلال هذه التغطية رح تتمكن الاجهزة من الاتصال بالشبكة اللاسلكية وتتبادل البيانات فيما بينها البين او تستقبل الاتصال الانترنت وكل ذلك يتم من خلال نقطة الوصول اللي هي الـ Access Point الابيبة اللي هي اختصار لـ Automatic Private Internet Protocol Addressing وهي عبارة عن مدى من العناوين اللي هي عنوين الـ IP الاصطار الرابع ضمن مدى الـ Class B هذا العنوان هو يبدأ بـ 169-254 ايش الفكرة هنا؟ الفكرة هنا ان لو قمت بـ اعداد الجهاز الجهاز عندي في داخل الشبكة ان يحصل على اعدادات الـ IP واللي من ضمنها عنوان الـ IP الخاص بهذا الجهاز من خلال الـ DHCP Surfer ومن ثم دخلت على الجهاز ووجدت انه حصل او يمتلك عنوان اللي هو 169-254 فعندها اعلم عندها رح اعرف انه هذا الجهاز لم يتمكن من الحصول على الـ IP Address من خلال الـ DHCP Surfer لذلك قام باعداد عنوان اوتوماتيكي اللي هو الابيبة زي ما احنا ملاحظين هنا عنوان رح يقوم الجهاز باعداده تلقائيا اذا لم يتمكن من الاتصال بالـ DHCP Surfer وهذه من النقاط اللي تساعدني في عملية الترابل شوتينج ان لو كان عندي الجهاز فيه مشكلة من ناحية عدم مقدرته مثلا على الاتصال بالشبكة والرصول الى الموارد عندما اعلم يعني عندما اكتشف ما هو او انظر ما هو الـ IP Address واجد انه 169-254 فاعلم مباشرة ان المشكلة هي عدم حصول هذا الجهاز على اعدادات الـ IP من الـ DHCP Surfer وهناك عدد من المشاكل التي تؤدي الى حدوث ذلك ان الجهاز لا يتمكن من الحصول على عنوانه من الـ DHCP Surfer كمثال مثلا انه انا عندي الـ DHCP Surfer يكون له عدد من العناوين محدد ويقوم بتوزيعه على الاجهزة في داخل الشبكة فاذا نفذت هذه العناوين واصبح ليس لديه عناوين يقوم بتوزيعه فبالتالي الاجهزة اللي رح تطلب عناوين لن تحصل على عناوين IP هذه واحدة من المشاكل التي تؤدي الى ان الجهاز اذا لم يتمكن من الحصول على عنوان من الـ DHCP Surfer او من اعدادات IP بشكل عام رح يقوم باعداد عنوان الـ IP الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذا الفيديو وعلى امل ان نلقاكم في الفيديو القادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته